بيتوب سوريز اليوم نحن نتعرف على مارشل آرت مش جديد ولكن نحن نتعرف عليه نحن عن جديد بم تي في وهو الشينكي يوكو شينكاي مع سيد هاشم مكي رئيس منظمة الشينكي يوكو شينكاي بلبنان والشر الأوسط أهلا وسهلا فيك أهلا فيكي أوس ده جمهور الكراتي يا أهلا جمهور الكراتي كتير في لبنان كبير مبدئيا كبير بس بيحتاج لرعاية شوي أكبر وقتا نقول الكراتي يعني ياباني ضروري لا الكراتي هي كل الفنون الإيطالية اللي بتعتمد على القبضة الفارغة أما اليابانية هي الأهم والأشد والأقوى لأنه بتعتمد على الصبر والتحمل والجلد من خلال التدريبات العالية بلبنان وبشر الأوسط حدثك رئيس المنظمة نعم وعضو باللجنة الدولية نعم أدي فيه أدورات أو أدي فيه مواهب بهالنوع من المارشل أردس يعني أنا بدأت تدرب من الأربعة وسبعين من الأربعة وثمانين من الأربعة وثمانين بلشت أنا أدرب وخرجت كتير مجموعات كبيرة بالحزام الأسود بكل الدرجات البعض منهم نفصل والبعض منهم نستمر لأنه بالكراتي عادة من شحل مثل الشجرة لحتى تظلها يانعة وقوية وجيدة عنا أعداد كتير كبيرة على مستوى الأطفال والكبار ولكن هؤلاء بيحتاجوا وقت يعني مثلا بيصير شوية هيكي بين الأندية أنه واحد بيرفعوا بسرعة واحد بيترفع بشكل طبيعي نحن نمشي على النظام الياباني مية بالمية اللعبة طبعا أسسها سوساي أوياما واللي هو هلأ رئيسنا ميدوري كانجي ميدوري هو رئيسنا ونحن تقريبا في حوالي 280 فرع بالعالم بتسعين دولة فن إتالي قديم أو مستحدث من هو من السبعينات أسس بالسبعينات يعني أستاذنا راح على الغابة قاعة ثلاث سنوات اتمرن بعدين نطلع بهالسطايل وصمي الأدفانسة كاراتي من أين بتمارس هالنوع من الرياضات؟ أنا مارس من نشأتي يعني من أول موعيد بالخمس ست سنين بعدين في الدار معلمين كنت رئيسة تحذر معلمين كمان وبوزارة التربية خلصت من جديد آخر شيء كنت مع الأساس فادي هراء فأنا بكل هالمراحل وخصوصا بدار المعلمين ما توقفت عن التمرين إطلاقا قدي بده يكون عنده الواحد يعني ديسيبليين أو قدي بده يكون أو شو البروفايل لشخص بده يكون ممارس لها أول شيء ما بده يكون عنده عاها وعادة نحن منستقبل من أربع سنين حتى ينتهي لأنه نحن نعرف أنه الفنون الإيطالية بيستطيع الإنسان يبدأ فيها وينتهي مع نهاية الحياة بيقدر ما يتوقف أبدا لأنه عنا مبدأ تعلمنا من اليابانية كل شيء فينا نعمله كل حياتنا هو مفيد كل شيء بده يأتي وقت نعدله أو نبدله هو دار فالفنون الإيطالية فينا كل حياتنا نستمر فيها غير كمال الأسام غير 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 الرياضات الأخرى اللي بده يأتي وقت العضل اللي ما بيقعد فيها تاخد سترس قوي وإلى آخرين شو بميزها النوع من الرياضات لحتى هذه تعتمد على الروح بالدرجة الأولى والفكر والعقل والجسد الروح هي اللي فيها الطاقة هي اللي فيها الحياة فنحنا بنشتغل على إنماء هالروح عند الإنسان من ثم تنمية الفكر بعدين العقل والجسد الجسد كيف ما تحركته بينضج وبيقوى وبيصير منيح أما الروح هي اللي بدنا نحنا بحياتنا بنعتمد على الجسد نأكل ونشرب وننام ونتحرك عادي بينما الفنون الإيطالية تعتمد على لأن العصب هو الأساس يعني نحنا بدون الروح نحنا بدون الطاقة ما في حياة خلينا نشيل العصب هلأ من العضل ما بيعود يتحرك بينما العضل فينا نقص منه نشيل منه بالدلة الإيد تتحرك أو القدم تتحرك فالأعصاب هي الأساسية بهذه التمارين ونحنا بنعتمد على أنماء التحمل والجلد والقوة والممارسة والاستمرار لحتى الإنسان يقدر يتطور لنوصل لدرجة أنه منقدر نكسر أشياء ما بيقدر يكسرها إنسان عادي بقوة مش خارقة يعني مش من القوة مش طبيعية هي قريبة من الخوارق وس هي الطريقة هي الطريقة والاستمرار لأنه أنت عندك جهاز عصبي عم بتنمي بطريقة مختلفة عن أي تنمية أخرى للعضل بس الشغل على الروح بكور كاراتي كيف بيصير كيف من نمي يعني هذا من التحمل من الصبر من طريقة التكنيك لأنه نحن الرياضة بنعرف أنه هي علم تدريب رياضي ما عادت أنه مد إيدك ومد إجرك ونط وضربه ونضرب لا هي فنون الدفاع عن النفس النفس هي اللي فيها الضعف النفس هي اللي فيها التردد هي اللي فيها التراجع فالإنسان من خلال ثلاث سنوات وما فوق لتسع سنين هاي شخصية المستقبل عند البنت أو عند الزبي فنحن لما نوصل لها المرحلة مننظف هالجسد من التراجع من الضعف من الغش من 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 بيوصل لمرحلة صار كل الأمور التانية اللي لازم نعطيها بالاكتساب صار بيكتسبها يعني صار فيه يتعلمها ويطورها تدريجي يعني بعدين نحن تلميزنا بس يصيروا المرحلة مهمة مناخدهم على اليابان أو بعض الدول الأجنبية يعني مشان يشاركوا ببطولات باحتفالات بعروض إلى آخره أو معسكرات تدريبية هي أساسية يعني تنافسية هالدورات طبيعي طبيعي شو مستوانة بهالدورات يعني مستوانة منيح لبأس لأنه الفنون الإيطالية بدأت تفرخ نحن يعني التلميز اللي بيتمرن عننا أو أنا باخد مسألة مثلا أولادي عندي ابني شونغلي لعب مع بطل العالم اللي هو تسوكاموتو وبالفيلم إذا شفناه أربع حكام يابان حكم وسط حطوله ياباني حتى ما يعادلوا معه وعننا إيه هذا أرشيف يعني وعرضناه بأصل لأونسكو أنه هو كان تفوق عليه بس حتى ما عادلوا معه بدريم كاب البطولة السنة الماضية ابني هادي كمان شارك بدريم كاب وربح على ياباني بشكل كتير مهم أنا بهمني بهاي النقطة ألفت النظر أنه في أحيانا بعض الإعلام عم بيغالط أو بيشوه أنه بيروح واحد بيلعب مباراة بيخسر فيها بيجوا بيعملوا أنه صار بطل وأنه كان انتصر أول شيء الانتصار هو بيطلع على ستاند مكتوب عليه واحد واثنين آن دو تروا بيطلع أول تاني ثالث نحنا بيجي بيقلولنا هيك بيزتولنا يا زت أنه هذا عمل بطل عالم مع العلم أنه لا بيكون ورجونا لا ستاند ولا طلع ولا تأهيل ولا تأتويج ولا ولا بعدين ليعملوا واحد بطل عالم أقل شيء يمره من أربع جولات يعني بده يلعب مع أربع أشخاص لخمس أشخاص ليوصل للنهاية بطولة العالم هلأ نحنا بكازاخستان بهذه السنة بالرابية عنا بطولة كأس العالم ونحنا في الساعة وعشرين هذا الشهر عنا بطولة لبنان المفتوحة بينادقوا يا مصبور سنتر بحارة حركة نساء رجال شباب صبايا يعني حتى أنا كان عندي مشتركة بدون مبالغة هلأ عمره 92 سنة بتدرب تمارين راقصة وأخذت عندي حزام بني أدي أهمية لكينا الوصول للمراحل يلي عندكم يعني حضرتك ست دان نعم ست دان من اليابان هيدا مهمة لأنه كمان هيدا النقطة بهم شير لأله تيجي بتسألي فلان بيلك 8 دان تسعة دان يعني أنا حتى عندي تلميذ مفصولين من النظمين صاروا أعلى مني يعني متل واحد بيكون ابن إنسان بيصير بايو ففي مغلطاته فيه منيجي من قلو أنه دايما يعني الشهادة هي متل ما بيقولوا الماء بتكذب الغطاس بالشهادات دايما الإنسان منعلمه من خلال الفنون الإتالي الصدق لأنه هي كيوكشينكاي هي الصدق وصفاء شين كيوكشينكاي هي التحديث للكيوكشينكاي من بعد ما مات شو مطلوب من الشخص اللي حتى اللي يكون قادر أنه يكون عم بيتابع بهك نوع من المارشال أرس بدون ما يتغرب البعضين يعني أهم شي دعم من الأهل بالدرجة الأولى لأنه لو لا الأهل هن بيدعموه هن بياخدوه بيجيبوه هن بيوصلوه ما بيقدر يوصل نوع من الالتزام نعم الالتزام دائم وبعدين التفرغ هلأ باليابان مثلا كيف بيعمل واحد بطل عالم بيجي مثلا أنا عندي ولد عمره لنقول 14 سنة بياخدوه على الهن بو بسلموه للدوج وبيقولون أنا أعطيتكن هذا الولد بدي بطل عالم بيموت بيعيش بيرجع طيب ما بيسأله بيهمهم أنه بيشتغل هيدا مثلا الفرق بين عنا وعند اليابانية إذا إجا مثلا أي شيهان اللي هو بيبقى فوق الخمس دعان عيط للتلميذ قال لي خد أشياء في مساحة الأزاز جيت عم بتحدث أنا وياكي وغبنا أربع خمس ساعة ترجعي بتلاقيه بعده عم بيمسح الأزاز بمكانه بينما نحن أقولي لأي حدا شرق أوسط أو غيره برمي ضهريك بيوقف وينتهي الجلد التحمل الصبر الصدق الصفاء هذه كلها مواصفات مهمة مليت أي صعوبة مع ولادك لحتى ليتعلموا هالنوع حقيقة لا أنا بنتي ولادي كلهم بالسنتين ونص بس يمكن بيتعذر عرضها على التلفزيون أنا بنتي الكبيرة بالجمعة اللبنانية الأمريكية بنتي الثاني اسمه يونغلي مضيفة طيران وتزوهج طائجي في الغليج ولادي اثنين خارجين كليت التربية رياضة والحقيقة كانوا بطريقة التربية من خلال الفنون الإيطالية اللي نحن من مارسها قدرت تجوازت أي مشاكل مع الولاد من صغيرة أو تنافس أو إلى آخرها ومسمى أسامة يابانية شونغلي ويونغلي شو يعني؟ هلأ أنا كنت حب أنه يجيني ولد سميع اسم أستاذة ولكن صعبت وجه البنات قبل فدفشوا الأولاد لورا سميتهم أسامة صينية فإذا لكل الأعمار للكبار للصغار قدي بده يعطي إفادة مجتمعية يعني بالمجتمع هيدا الشخص شو بميزه عن غيره؟ هيدا بميزه أنه طفل لما أنت تفوطي بخلال أول ثلاثة شهر بتحسي شخصيته تغيرت نفسيته الاهتمام بالمدرسة بالدرس العطاء بيصير أكتر التركيز بيصير أكتر صحته بتصير أفيد بتصير يتحكي معه بيرد عليك بتجواب معك ما مثل هلأ بتلاقي أطفال المجتمع يعني هن من خلال التطور اللي هلأ ما بيردوا على الأهل ما بيردوا بتلاقيهم أكتر انضباط يعني في كتير مثلا إذا ولد شز عن القاعدة بيجي بيه ويطلب منه قلوله هاك بس نقال له خلاص بنفذ ما بيعود عنده أي أشكالية فمن ناحية الروحية في سئة يعني بين الولاد وبين المحكمة بيصير في سئة في نضوج في قوة في تعاطي جيد تاني شيء التغذية بنصير نوجههم بعدين من ندفعهم كتير يهتموا للدرس لأنه العقل السليم في الجسم السليم فإذا هن ما هتموا بهذه النواحية منكون نحن مؤسرين بعدين كتير ملاحظة للأهل نحن منطلب من الأهل أنه أنا بدي أخذ ابني دربه بنادي لازم لأن النادي اللي بدي أخذه عليه أعرف معلومات عنه عن المدربين فيه مثل ما أنا بختار أفضل مدرسة لألولة حتى يكون أنجح تلميزي يعني شو لازم يكون عم يرافقها الرياضة في رياضة بدنية تانية لازم تكون عم ترافقها السؤال كتير حلو لأنه أهمية هاي هي السرعة القوة المرونة الليونة السرعة هي أساس يعني رصاصها ليه بتخترق من سرعتها سرعتها شو بتعطيها القوة بالاختراق المرونة والليونة يعني بده يكون حركة الفعل والليها تقدر تأدي الأداء اللي نحن عاطينه لأنه دايما بتمرين في تكنيك في كيهون في كتا في فايت كلهم هاي اللي بيتلازموا مع بعض كمان بيصير غلط إذا أنا فط على نادي والمدرب مجرد أنه حاطة سنتينوار وأنه أنا صحة لي كورنر أو زاوي أو شيء أنه أعمل مدرب بيجي أنا بياخد ابني مرات على هالمكان بعد جمعة 2 شهر 2 بيبطل بدو يتمرن فنحن بدنا ننتبه منها الأندية اللي هي منا مؤهلة لأن نتدرب حتى ما تكره بالفنون الإتالية ويريت المدرية العامة الشباب ورياضة أو وزارة التربية اللي هلأ وزارة الشباب ورياضة اللي منتفائل به هالوزارة الجديدة أنه تعمل هيئة عليا للرقابة على الأندية بالفنون الإتالية لأنه الولد أنه أنا إجي أعطي تمارين على راسه ما هذا الرأس بعده والعظم كله بعده كارتلاج فلما يتعرض لنخد شفنا نحن محمد عليك لأي وين صار هذه كل الأمور بدنا ننتبه له أو عرضه للمنافسة قبل ما يكون هو جاهز فبيهرب يعني بقدر أنا قاتل قبل ما أتعلم القتال شكراً لأي لك طبعاً لأنه كنت تعرفنا بعد أكثر على الشينكيوكو شينكاي مضبوط نعم صحيح سيد هاشم مكي رئيس منظمة شينكيوكو شينكاي باللبنان وبشر الأوسط شكراً لأي لك والأوسط شكراً لأي لك والعملين بالم تيفي وبصورة خاصة يعني هذا اللقاء بتمنى يكون فيه لقاء أوسع مع مدربين كسر للحوار حتى تنضج الفكرة وتنضج المعلومات أكثر أهلا وسلم وقفوا ونرجع ونتابع شكراً لك